السلام عليكم معكم خليل واليوم سأتكلم عن لغات برمجة مطلوبة في السوق سابقا في قناتي أخذت فيديو عن كيف تختار لغة البرمجة التي تريد تعمل عليها لغة البرمجة واختيارها تعود إلى الشيء الذي تريد ت行 يتفرض لو ترغب تطبيقات جهال اندرويد و اي او اس في لغات برمجة معينة لو تريد تعمل واقع افتراضي في لغات برمجة معينة لو تريد تعمل انظمة ويب و متاجر الالكترنية في لغات برمجة يرجع للسل يتعمل فهذا الفيديو سأذكر خمس لغات برمجة مطلوبة بقوة في السوق وإيش استخداماتها وإيش تقدر تسوي فيها دعونا نبدأ في هذا الفيديو لغة C-Sharp C-Sharp بلغة عريقة جدا ولها استخدامات كثيرة ومن أكثر لغات البرمجة التي تدرس في الجامعات والأكاديميات وكمان من أكثر لغات البرمجة المستخدمة محليا خصوصا في الجهات الحكومية وبعض الجهات الخاصة إيش نقدر نسوي بC-Sharp؟ نقدر نسوي تطوير المواقع، متاجر الإلكترونية وأنظمة الويب تطبيقات لأنظمة وندوز المكتبية اللي هي Desktop Applications تطبيقات Android و iOS تطبيقات الجوال برضو تطوير الألعاب مثلا محرك يونيتي من أكبر الدعمين لهذه اللغة وفي محركات ثانية بتدعم هذه اللغة وكمان الVR اللي هو الواقع الافتراضي لغة PHP لغة PHP الكثير ممكن يسمع كلام عنها إنه هي لغة ميتة ولغة قديمة جدا وما لها استخدامات أبيد عنها ما حد يستخدمها كيف ميتة بالضبط؟ اشرحوا لي إذا الويب كله بنسبة 77.5 77.5 نسبة مرة كبيرة من الإنترنت هو مبني على PHP PHP هي اللي تحرك الويب كله وأنظمة الويب كلها فلا هي لغة مطلوبة بشكل جدا جدا قوي وجدا كبير لغة بايثون الكل يقول عنها أنها مجرد ترند وما لها استخدامات في السوق وهذا كلام غير صحيح أنا اشتغلت PHP خمس سنوات وحولت بعدها إلى بايثون وطبعا ما أقول لكم أني لقيت فرق كبير جدا في سهولة الكتابة والإنجاز والمكتبات اللي فيها ساعدتني أبني أشياء كنت أخذ وقت طويل أني أبنيها في البي اتش بي وفقط للمعلومية أنا سويت فيديو سابق على المسميات الوظفية وإطارات العمل الخاصة في بايثون فلو حابين تشوفوا لأنه فيه تفاصيل مرة كثيرة على المسميات الوظفية الخاصة في بايثون أحط لكم ياه في صندوق الشرح طيب إيش نقدر نسوي في بايثون بايثون تستخدم لتحليل البيانات بشكل عام علم البيانات يستخدمها كشيء أساسي مكتبات الذكاء الاصطناعي عمليات الأتمة في السيرفرات وأيضا بناء أنظمة لوبه المواقع أغلب مواقع السوشال ميديا الكبيرة وبعض المتاجر الإلكترونية الجدا عملاقة مثل أمازون فرضا مبنية كلها بلغة البايثون لغة جافا مو جافا سكريبت لا جافا قدمة هي قديمة وياه دوب ها تطورها الله المستعان بطيء جدا لكن شركات كبيرة جدا لا زالت تستخدمها منها أنظمة البنوك مبنية بشكل كبير جدا على جافا وبعض الأنظمة الكبيرة مبنية بجافا فرغم أنها قديمة جدا لكنها لا زالت إلى هذا الوقت مطلوبة في السوق وبشكل جدا جدا كبير طيب إيش نقدر نسويه بجافا أنظمة ويب وتطبيقات ويندوز اللي هي تطبيقات الدسكتوب وآخر حاجة اللي هي تطبيقات جوالات الأندرويد جوالات الأندرويد الفريمورك حقها الأساسي اللي هو أندرويد ستوديو شغال بلغة الجافا آخر لغة برمجة لغة جافا سكريبت هي لغة برمجة ولغة أيضا تستخدم في التصميم التجميلة والستايلات البوب أب اللي تشوفها في المواقع الأشياء السريعة المتحركة الانيميشنز اللي نشوفها في المواقع والإعلانات السريعة هذه تكون غالبا معمولة في جافا سكريبت وهي لغة أدائها جدا 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 سريعة أنا شخصيا أعتبر ها هي الأصعب في طريقة الكتابة وما إلى ذلك لكن جافا سكريبت لها استخدمات جدا جدا كثيرة ولغة جدا مطلوبة هذه الأيام طيب إيش نقدر نسوي بلغة جافا سكريبت أول حاجة تطبيقات الأندرويد والآيو اس طبعا الفريمورك حقها اللي هو رياكت بيسوي تطبيقات للويب والأندرويد والآيو اس الأنيميشن وتأثيرات المواقع وبرضو تستخدم في بناء أنظمة ويب وأيضا برضو تستخدم في مكتبات الذكاء الاصطناعي نهاية هذا الفيديو أحاب أرجع أشكركم مرة أخرى على دعمكم لتواصل القناة الحمد لله رب العالمين وصلت 5100 متابع الحمد لله رب العالمين رقم لما بدأت اليوتيوب ما توقعت في حياتي حوصل هذا الرقم وإن شاء الله تعالى أنتم أكبر داعم لي أن أنا أستمر إن شاء الله تعالى وأقدم أكثر وأنا عارف أنه في فيديوهات معينا طلبتوها مني وبإذن الله تعالى شغال عليها بإذن الله تعالى هأشتغل عليها قدر الإمكان وإن شاء الله تعالى أنشرها فأقرب وقت ممكن لو عندكم أي سؤال أو استفسار تقدروا طبعا تسألوني عن طريق حسابي في تويتر مباشر ديم أو تقدروا طبعا من خلال التعليقات تقدروا تسألوني أو تطلبوا مني فيديوهات أخرى حابين أني أسويها عن هدست المرمجيات أو عن علوم الحاسب لأني طبعا لا تنسوا تشتركوا في القناة إذا ما كنت مشترك حياك الله اشترك معنا شاركوا الفيديو هذا مع أي أحد مهتم أشراكم في فيديو قادم والسلام عليكم